تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وبحضور سعادة الأستاذة فائقة بن سعد الصالح وزيرة الصحة وقيم حفل تتشيني كتاب معدلات الإصابة بالسرطان في مملكة البحرين للأعوام 2009-2018 الصادر من مكتب المراجعة الطبية في وزارة الصحة وخلال الحفل تم تكريم الجهات المساهمة في تزويد السجل الوطني ببيانات مرضى السرطان في مملكة البحرين دشنت وزارة الصحة كتاب معدلات الإصابة بالسرطان في مملكة البحرين للأعوام 2009-2018 الصادر من مكتب المراجعة الطبية في وزارة الصحة حضرنا اليوم حفل تتشيني كتاب معدلات السرطان في مملكة البحرين هذه الدراسة مهمة جدا بالنسبة لنا كإدارة تعزيز الصحة وذلك للوقوف على معدلات الإصابة وبالتالي وضع الخطط لكيفية التغلب على هذه الأمراض والوقاية منها وصلب عمل إدارة تعزيز الصحة طبعا هذا الكتاب يعتبر من إنجازات السجل البحرين للسرطان الموجود في مكتب المراجعة الطبية في وزارة الصحة حيث يعتبر هذا السجل هو سجل وطني نقوم فيه بالسلام جميع حالات السرطان في المملكة سواء من المستشفيات الحكومية أو الخاصة في قائمة بيانات معتمدة من الوكالة الدولية لسجل السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية وخلال الحفل ثمن معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة جهود الوزارة في نجاح السجل مؤكدا على أهمية التعاون بين كافة الأجهزة الحكومية والخاصة لمواصلة العمل لتطوير الخدمات الصحية في المملكة أهم شيء في علاج السرطان الكشف المبكر واكتشافه في مراحل الأولى بس الآن اللي صاير أنه في السرطان المبايض أصبح تجاوز سرطان عنق الرحم ليش؟ لأن عنق الرحم المرأة تروح تسوي اللي سمونا المسحة أو البابسمير البابسمير هذي يكشف المرض اللي كان فيه ويراغبون إذا كان عندها سالب يعيدون لها كل سنة ممكن كل سنتين إذا موجب الطبيب المعالج يروح لخطوات الثانية بس مرض سرطان المبايض مرض ساكت محل يدريبه فلازم المرأة لما يكون عمرها أربعين فما فوق ما يعيز أنها تروح تسوي أشعة صوتية للمبايض من جانبها أشدت سعادة الأستاذ فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة بأهمية سجل الوطني للسرطان تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية من أجل أعداد البرنامج الوطني لمكافحة السرطان وتوثيق أنماط المرض وقياس عبء السرطان مؤكدة على أهمية هذه الأصدارات والتقارير الإحصائية التي توفر كافة البيانات والمعلومات المطلوبة في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر